مرجعية النجف لم تتعامل بحساسية مع الديان أو مع المذهب واستشهد هنا بتجربة الحجد الشعبي أو المقاومة ضد داعش مسيحيين، يزيديين، صابئة، مسلمين، سنة، وشيعة ولذلك استحقت هذه المرجعية أن تكرم اليوم عالمياً لأنه خطابها إنساني لم تكن معقدة، لم تكن متقوقعة، لم تكن متمحورة تعاملت مع الإنسان على أساس وجوده كما قلت أنا في مقدمتي أنت دعوتني إلى قراءة بين السطور لكن أنا أدعو إلى قراءة السطور نفسها يعني ما قيل في البيانين، البيان السستاني وبيان الفاتيكاني يوم أمس عن اللقاء البابا شكر السستاني على إدارته الحكيمة أثناء إخراج المسيحيين من الموصل مثلا لأنه شجب هذا الاضطهاد الموجه ضد المسيحيين واليوم هو أيضا شكر رئيس وزراء ورئيس إقليم كردستان لأنه مستقبل المسيحيين المهجرين يعني كلمة شكر اليوم رددت على لسان قناسة البابا في عراق عدة مرات مما يدل على أنه لا يحمل مسئولية ضد طرف ما يعتبر أن ما حصل فعلا من أعمال إرهابية تجاه المسيحيين وتجاه هذا المكون الرئيسي في العراق الشقيق عمله أشخاص متطرفون لبسوا رداء دينيا وقتلوا بسم الله أحيانا لذلك نرى اليوم عهد جديد فتحة لا يمكن أن نقتل بسم الله لأن الله محبة قالها البابا على أنقاض الكنائس في الموصل هذا الصباح